السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتقد ان بعد البجاح الحمسوية وتلمحات احد قيادية حماس امبارح في قناة الجزيرة انه لو تم تهجير الفلسطينيين لسينة فهتكون سينة مقر للعمليات ضد الكيان الصهيوني ان لما قلنا لحضرتك قبل كده ان حماس دي شريك مع الصهاينة ضد الفلسطينيين وضد مصر فما كانش كلامنا ده عبارة عن اتهامات هباء للحركة الوسخة دي ولكن كان عن معرفة تامة بحالها واغرضها الوسخة وتأمرها الاخوانجية هيفضلوا اخوانجية فقدين للاخلاق والدين والضمير والعهود ولا يمكن ابدا الوسوق فيهم شوف كده حضرتك الخبر اللي قدامك ده وده نشروا موقع حمساوي اسمه موقع رمالة الاخباري الخبر كان عن سقوط وتحطم طائرة عسكرية سعودية امبارح شوف حضرتك كده تعليقات الحمسوية ازاي على الخبر ده تعليقات كلها تشفي وشماتة ودعاء بالهلاك لدرجة تخليك انك تشك اصلا في جنسية الموقع ده هل هو موقع عربي فعلا ولا موقع صهيوني رحم الله من حسابهم شهداء في حادث هذه الطائرة مش محتاجين طبعا نتكلم عن مواقف المملكة مع الفلسطينيين ومش محتاجين كمان نقول ان المواقف ده مش بس النهاردة ولكن على مر العصور ومش محتاجين كمان نكرر لحضرتك ان اكتر تلت دول وقفين على الحقيقة مع الفلسطينيين ومع قضية فلسطين هم اكتر دول بتتشتم وبتعادة وبيتم التطاول عليهم واللي هم مصر والسعودية والامارات لفند اللي بيتكلم دلوقتي وبيقول الكلام ده مش وقته انا هرد عليه واقوله الشتايم اللي بتيجي من قلب غزة من اوساخ حماس لبلدنا هو ده برضو وقته سرقة المساعدات من الحمسوية ومنعها من الشعب وبيعها للشعب الفلسطيني من تاني هو ده وقته والواد الفلسطيني اليوتيوبر اللي اسمه بكسام اللي كل محتوى قائم على سب دولة الامارات وسايب اللي بيحصل في بلده وبالع جزمة لما يجي الكلام عن الصهاينة برضو ده وقته على اي حال كلامنا هنا واحد حماس احد الاسباب الرئيسية للي بيحصل في فلسطين لمصالح شخصية خبيثة راضي يا من راضي وابا من ابا عموما خلونا نروح لموضوع حلقتنا واللي هو عن التفاصيل الخفية لخطة امريكا وايران ما بعد حرب غزة ففضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو ويلا نبدأ الحلقة بسم الله هل تخاف الادارة الامريكية من تهران اللي هيجاوب ليه مكافأة حلوة العلاقات الامريكية الايرانية محتاجة الحقيقة شغل كتير قوي الايام دي علشان واضح اننا هنتفرج على افلام ومسلسلات كتير جدا من البلدين دول وللأسف الشديد فيه ناس كتير متخيلين ان الطرفين دول بينهم عداء وان من الممكن تدور بينهم حرب حقيقية مع كل مدافع الهوى اللي كل يوم بنسمعها من المسئولين في البلدين دول الاشكال الكبير يا اخواننا عندنا مش الولايات المتحدة فاعتقد ان فيه اجماع من جميع الفئات ومن جميع التوجهات ان امريكا هي العدو رقم واحد للمنطقة وان كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها حاليا بسبب الامريكان او زي ما وصفها الخميني زمان بانها الشيطان الاكبر وصدق الخميني وهو كذوب بالطبع انما الاشكالية هنا بقى هي اعتبار ان ايران دولة محبة للشرق الاوسط او بتسعى لتحرير فلسطين من الاحتلال وده يعني انا مش عارف ازاي واحد مسلم سني عائل ممكن يقع في الوهم الغريب ده رغم اننا بقلنا للوقت حوالي خمسة واربعين سنة على ما تسمى بالثورة الايرانية اللي كان اكبر شعرتها انها هترمي الاحتلال الصهيودي في البحر لكن واضح بعد مرور المدة الطويلة دي اللي تقارب نص قرن انهم كانوا يقصدوا بحر الهوى وزي ما بيقولوا بحر الهوى ايه بحر الهوى غلام امبارح شفت مقال غريب شوية كده على موقع اجنبي صديق ابن حلال من اصدقائي الاعزاء بعد هولي مترجم عنوانه عبارة عن سؤال بيقول لماذا تخاف ادارة بايدن من ايران الحقيقة السؤال استفزني جدا يعني هل الكلام ده اصلا حقيقي يعني ادارة الرئيس الامريكي بايدن خايفة فعلا من ايران طب امرت ايه يا جدعان لكن قعدت دقتين كده مع نفسي افكر وبعدين افتكرت ان فيه انتخابات رئاسية قريبة في امريكا كده الامور بدأت تتوزن شوية يبقى قبل ما ادخل مع حضرتك في التفاصيل بتاع المقال ده فاكيد اللي كاتبه يعني اما واحد ايراني او واحد من ولد ابو اسماعيل الجمهوريين اللي بيستغلوا الظروف السياسية الحالية علشان يشوهوا صورة الراجل الكبارة اللي ما شفناش منه ولا منهم غير كل شر علشان يسقطوه في الانتخابات اللي جاي فبيضرب اي كلام في الهوى كده علشان يستفز المغفلين برضو اللي في امريكا ويفهمهم ان ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت اجمد من ادارة بايدن وبالامارة ترامب طلع من حوالي شهر كده وقال كلام قريب من السؤال ده وقال انا عايز عشرة يكتفوني كده اخوانا بالصالة عن النبي ونشوف مين اللي هيغلب انا ولا الراجل العجوز ده اللي اسمه بايدن وقاعد دونالد ترامب يتريق على بايدن وعلى كلامه وعلى مشيته وعلى كل حاجة فيه يبقى كده من البداية الكلام اللي هيجي بعد كده هيطلع طق حنك طبعا انا اقصد الكلام اللي هيجي في المقال وهيطلع في شنك وهيطلع انهم بيضحكوا به على الناخب الامريكي الغلبان المسكين المنهوب اللي اقدارت بايدن واللي قبل اقدارت بايدن واللي قبل اللي قبل اقدارت بايدن بيمصوا دمه وبيصرفوا فلوس الدرائب بتاعته لصالح اسيادهم وبتروح الاموال دي في حروب المواطن الامريكي نفسه مالوش علاقة بيها وكمان بيدعموا بفلوس المواطن الامريكي كل انواع الارهاب اللي في العالم وبيستخدموا الاموال دي في دعم قتل الاطفال والنساء والمدنيين العزل مش هقول في غزة بس لكن في الشرق الاوسط كله يعني من الآخر كده ممكن تقول مسوأ من ستي إلا سيدي وكله عند العجم شر ودم وفوضى ولا تقول لي بقى إنسانية ولا تسامح ولا سلام ولا كلام فاضي من اللي كانوا بيحاولوا يحشوا به أدمغة المغفلين اللي عندنا من المساطيل بتوع الحضارة والإنسانية والمهلبية والكلام الأوانطدة كله خلونا نرجع بقى لعلاقة كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أنا مش هاخدك بعيد قوي قبل الثورة الإيرانية واجب لك الحكاية من أولها ولا حاجة بس هقول لحضرتك كلمتين فيهم الفولة زي ما بيقولوا أو فيهم الخلاصة انت عارف طبعا العداء الأديم والمنافسة اللي مش باين لها آخر بين الولايات المتحدة وبين روسيا اللعبة كان زمان في إيران أيام الشاه وما قبل الشاه كان على الحتة دي دعم حكومات شوية من الروس وشوية من الأمريكان للهيمنة أساسا على إيران نفسها مش محبة في حد على حساب التاني يعني من الآخر كان صراع بين المربع الشرقي بزعامة الروس اللي تاريخهم ما يعلم به إلا ربنا في آسيا وبين المربع الغربي اللي تاريخهم أسود من أرن الخروب معروف إن الثورات دايما ما بتجيش غير بالشر حتى على أعداءنا وفيه ما قولها كده بتقول الثورة تأكل أصحابها يعني اللي بيعملها بتاكله وبتدوس عليه علشان يرتقي على أكتفهم كلاب السكك وده اللي شفناه بعينينا وجربناه على الحقيقة في الثورات اللي قامت في بلدنا في إيران ده حصل هناك في الثورة اللي قالوا عليها ثورة إسلامية وهي لا إسلامية ولد يولو في سنة 1979 والعامدة تحديدا شهد شوية تغييرات في خريطة المنطقة بصورة جبارة ظهرت خلالها الجماعات الإسلامية المنحرفة بالتزامن مع ظهور الثورة الإيرانية واللي تبين بعد ذلك إن الموضوع كله فكرة شيطانية لزرع كيانات تخريبية تشغل المنطقة والعالم العربي والإسلامي في هموم ومشاكل وصرعات داخلية لا تنتهي علشان يتم استياضنا دولة بعد دولة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي من سقوط الدول العربية وأقوى الجيوش في المنطقة زي الجيش العراقي والجيش السوري وأيضا الجيش اليمني وكل ده بيعمل درع حوالين الكيان اللقيط لاحتلال إسرائيلي أو بيشكل حاجة كده أقوى مليون مرة من الأوبة الحديدية اللي عاملينها فالأوبة الحديدية بتصد شوية صواريخ وممكن تفشل في بعض الأوقات إنها تقوم بمهمتها لكن الأوبة دي أقوى مليون مرة من الأوبة الحديدية طب إزاي يا ريس إنت بتخلق نوع من المقاومة المزيفة للأطماع الأمريكية في المنطقة وبتخلق نوع من الجهاد المزيف ضد الاحتلال وكمان بتنفخ في النوع ده من المقاومة والجهاد علشان تدي له هالة شعبية حواليه فيقع المغفلين في الفخ ويتخيلوا إن ده هو الجهاد والمقاومة الصح وأي حاجة تاني غلط أو إن أي حركة تانية سواء كانت من الحكومات أو الجيوش النظامية للدول العربية نوع من الخيانة والعمالة للأمريكان وبالتالي في الحالة دي إنت بتضرب كده عصفرين بحجر واحد وهم الأول هدم الجيوش العربية وخلق حاله من العداء الشعبي للجيوش دي التاني دعم المقاومة والجهاد المزيف فتموت بقى القضية لصالح العدو علشان يشتغل براحته وبمزاجه في المنطقة ويعمل اللي نفسه فيه وحضرتك نايم متخدر لو فهمت الكلام ده هتعرف كويس قوي مغزى السؤال اللي جيه في المقال وتفهم احنا رايحين فين وكمان تفهم المصائب اللي بترتكبها أذرع إيران ضدنا عايز بس أفكر الجماعة المبهورين بعمليات السرقة والقرصنة اللي بتعملها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر إن الجماعة دول كانوا على وشك ضرب مكة والمدينة من فترة اوعى تنسى والسلام ختام ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر